اشجار الموز هذه المزارع ويظهر ذلك في خفة ايديهم وتأدية مهامهم على اكمل وجه انها الحاجة التي الجأتهم وجعلتهم ماهرين في اداء اعمالهم حتى لا يتم استبدالهم باخرين ينتظرون دورهم بفارغ الصبر ما يزال اعود هؤلاء الاطفال غضا لكنهم يحملون جذوع الاشجار على ظهورهم الطرية رغم ما يصاحب هذه العملية مما خاطر تهدد اجسادهم النحيلة ويتحملون مشقة ذلك طمعا في اجرة بالكاد تكفي لسد جوعهم لدى تجول كاميرا اليمن اليوم في اسواق تهامة مع كل التفاتة كانت تقع الابصار على اطفال يزاولون عددا من الاعمال فبعضهم يتاجر في بيع الحمام واخرين في الادوات المنزلية وغيرها لتبقى عمالة الاطفال السمة الابرز في محافظة الحديدة اكان في الحضر او في الريف التهامي يسلبون من مستقبلهم هكذا وصفت الامم المتحدة الاطفال العاملين بسبب اكبر ازمة انسانية في العالم خلال السنوات الماضية تقارير منظمات دولية واخرى محلية اكدت مع بداية الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي في سبتمبر من العام 2014 ان الاطفال المنخرطين في سوق العمل بمختلف المهن يقدر عددهم بنحو مليونين وخمسمائة الف طفل ممن هم تحت سن الثامنة عشر لكن هذا العدد تضاعف حاليا اربع مرات في ظل حاجة ثلاثة عشر مليون طفل الى المساعدة ووجدوا انفسهم مجبرين على العمل في سن مبكرة بعد تخلي القريب والبعيد عنهم